قالت مصادر فلسطينية مطلعة أن مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ستستأنف يوم الأحد المقبل في القاهرة وأوضحت المصادر لوكالة أنباء العالم العربي أن اجتماع القاهرة سيخصص لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق متوقعة أن الاتفاق سيوقع نهاية الأسبوع المقبل إذا صارت المفاوضات بشكل إيجابي وأشارت المصادر إلى أن ملف عودة النازحين من الشمال إلى منازلهم إضافة إلى ملفات أخرى ما تزال عالقة في المفاوضات وأن حماس رفضت المقترح الذي ورد في مباحثات باريس 2 بعودة النازحين ضمن تفاصيل أمنية دقيقة دون عودة منهم في سن التجديد أشارت المصادر إلى أن من ضمن الملفات العالقة أيضا هو أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تنوي إسرائيل الإفراج عنهم وطلبت إسرائيل أيضا أسماء جميع المحتجزين للأحياء إن كانوا أيضا أموات لدى حماس ترجمة نانسي قنقر